أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات المؤسسات المصرية والعربية هذا وقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات بنحو 30.5 مليار جنيه ليصل بذلك إلى مستوى 739.7 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 5 مليارات جنيه أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إيجيكتثيرتي بنسبة 4.9% ليغلق عند مستوى 11.511 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيكس سيفينتي بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 1979 نقطة كما صعد مؤشر إيجيكس وان هندرت بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 2996 نقطة وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنانة رمسيس خبيرة أسواق المال أستاذة حنانة كيف تقيمين أداء البورصة المصرية اليوم خاصة في ضوء عدد من الإجراءات الاقتصادية الخاصة بالأزمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية طبعا كان النهاردة تأثير اتفاع السعر الفايدة وطبعا اتفاع السعر الضدار مقابل الجنيه له الأثر الأعظم في اتفاع المؤشرات البورصة المصرية طبعا زي ما حابدت ذكرتي في التقرير كان في اتفاع المؤشر رئيس البورصة بكتر من 4% المؤشرات الفراعية عملة برضو اتفاعات ما بين 3.5% إلى 4% وده بيرجع لشيء مهم يعني أعاد الأزهان وصل المتعملين المصرية المؤسسة المحلية المصرية ما حصل في 2016 وارتفاع الدولار مقابل الجنيه وارتفاع مؤشرات البورصة وتكوين مرافع الشرائية من قبل متعمل الأجانب طبعا لازم نحط في اعتبارنا أن المتعمل الأجانب كل ما بتزيد قيمة الدولار مقابل الجنيه بيبتفع القدرة الشرائية وبيبقى عندهم يعني دخل فيولة قوية في البورصة المصرية وشفنا أن في الفتر اللي كان فيه انخفاض لأسعار الأسهم انخفاض الحاد طبعا بيبتدوا يتكونوا مراكز الشرائية بيبتدوا يدخل فيه قوية والسرائي دي بتزعم أداء المؤشرات طبعا تأثير رفع أسعار الفايد المفتوض بيبقى تأثير سلبي على مؤشرات البورصة ولكن دي المرة الأولى التي تتفاعد فيها المؤشرات بالإيجاب لأن تزامن مع رفع أسعار الفايدة ووجود رفع لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصر طبعا إحنا عندنا في البورصة لما بيكون فيه تضخم في الحياة الاقتصادية البورصة بتبقى ملاز آمن للاستعاب المقود من خطر التضخم لأنها طبعا إحنا عندنا الجنيه بيساوي عدد كبير من الأسهم وليس عدد بالقليل حتى لو كان السهم بجنيه فيبقى السهم محمل بالأرباح الرأس المالية نتيجة تحرقات الأسعار ومحمل كمان بالكبون هو العائد اللي بتصرف الشركة عن أداءها المالي الجيد خلال العام طبعا أنا من وجهة نظر الشخصية هل تستمر المؤشرات في الارتفاع في الفترة القادمة أم هتبقى على هذا المنوال أنا شايفة أنه ممكن فيه ارتفاع طبعا بالمؤشرات في الفترة القادمة المدخل سيولا طبعا إحنا شوفنا أبرز القطاعات الرابحة وأيضا الجاذبة في الفترة القادمة إذن داخل البورصة المصرية وتدولتها طبعا القطاع اللي بنكي هو هيبقى من القطاعات المستفيدة من رفع أسعار الفايدة لأنه هيبقى مستفيد من منح القروض ومن أسعار الفايدة على القروض كما أن برضو البنوك في الفترة الحالية بتتسعى إلى عمل أوعية التفرير لجالس بالعديد من الاتثمارات في أصل على أداء البنك وتوافر السيولة فيه في قطاع الأصل هو الخدمات الملائلة غير مصرفية فيها العديد من الشركات عندها ودايع بنكية وعندها ألشطة تتعلق بالتعامل في سنوات الخزانة وتتعلق بأيزن الخزانة والأدوات الدين فده ممكن يؤدي إلى ارتفاع أداءها وتؤثر بالتجاب طبعا في القطاعات اللي هتبقى يعني خاسرة أو هتبقى أداءها متأثر ولكن طبعا متأثرة بارتفاع أسعار النص هي الشركات اللي بتعمل في مجال الإنتاج ولكن أطلعنا البنك المركزي ووزير المالية على بقاء الدولار الجمركي على نفس مستوياته 16 دولار وده ممكن ينبئ إن هو يبقى الحالة نوعا ممستقرة وطبعا بمرور الوقت سوف نستقري الوضع ونحدد ما هي القطاعات المستفيدة الأكثر وما هي القطاعات اللي هتتأثر بالسلح نعم أشكرك جزيلا شكر الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ترجمة نانسي قنقر